بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد سائل يسأل ويقول عملي بالليل ولكن في نهار رمضان يغلب علي النوم أكثر ساعاته فهل علي ذنب وهل صيامي صحيح أم غير صحيح نقول وبالله التوفيق الصيام فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى تبعث على العمل لا على التكاسل ولكن من كانت طبيعة حياته أن عمله بالليل واقتضى أمره أن ينام ساعات بالنهار فعليه أن يحافظ على الصلوات ما استطاع وصومه صحيح ولا تأثيرا للنوم على صومه فصيامه صحيح أما إذا تعمد أن ينام عن فريضة الصلاة أو أنه بذلك يقضي يومه ويؤجل عمله فإن ذلك مكروه له فإذا كان عمله بالنهار ينبغي عليه أن يذهب إلى عمله ولا يؤجل عمله ولا يتكاسل فيه أما إن كان طبيعة عمله على هذا الأمر فإن هذا الأمر جائز ولا أثر لذلك على صومه وصومه صحيح هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وقل عامن وأنتم بخير